بعد حكم وصف بالهزلي أصدره تحالف الانقلاب على رئيس الدولة عبد الربو منصر هادي قضى بإعدامه مع خمسة من معاونيه ها هو التحالف ذاته يمضي في الإجراءات المخالفة للقانون ويبدأ بعقد جلسات محاكمة 36 مدنياً بتهمة تأييد الحكومة الشرعية ورفض إجراءات الانقلاب البداية كانت بخطاب تحريضي لزعيم الميليشيا يدعو لفرض حالة الطوارئ وملاحقة من وصفهم بالعملاء والمرتزقة وتطهير مؤسسات البلد منهم المحامون المتطوعون للدفاع عن المختطفين قالوا إنهم تفاجأوا بوقع إقرار الجلسات والبدء فيها على الرغم من أنهم قدموا طلبات للنيابة كان يفترض الفصل فيها كحق من حقوق المتهم وإجراء من إجراءات المحاكمة إن كانت عادلة المحاكمة التي ينوي الحوثيون البدء بها من المقرر أن تعقد جلساتها في مبنى الأمن السياسي الخاضع لسيطرتهم وهو جهاز بحسب مراقبين يمارس القمع تحت لافتات عديدة لا تحمل صفات قانونية بعد إعلان الميليشيا تلك الإجراءات تسود مشاعر القلق لدى الآلاف من أهالي المختطفين والمخفيين قسرا في سجون الميليشيا واعتبار ما يجري مقدمة لتصفية الخصوم تحت ذرائع وحجج واهية كل شيء في العاصمة بات مختطفا إذن بما في ذلك القضاء الذي أصبح مسيسا والذي يتم تسخيره لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية كما هو حال العنف المسلح الذي استخدم منذ بداية الانقلاب على الدولة ترجمة نانسي قنقر